نخش على اللي بعده في حاجة معايا عملها دلوقتي تورتة الرنجا سيبها للآخر كده عملها على الرواء بما اننا بعشة الرنجا عشقي الرنجا فعايزة تدلع معاها كده واخد وقت في عميلها مع بعض ايه رأيكم شوف مقادير مهرجان الرنجا النهاردة مع بعض على الشاشة معايا رنجا كمية يعني ومعانا جزر معانا خاص بصل اخضر جرجير برطقان مايونيز كل ده بيد مسلو كل ده حلق اروى الدنيا كده عشان مش عايز الزحمة دي ونتجيب قالب حلو زادا كده بتاع التشيز كيك كده عندك لو معدي لو مش عدك ما تشتريهوش انا مش عايز السنة تخش جزك يزعل مني تكتبينه لوستة قد كده وورا هد كده وتبعتينه رسالة على الواتساب كل ساون طيب يا حبيبه وشوية قلوب وفي الاخر تجد بدياله ايه المدفع هاتو 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 حبيب كل ساون طيب كل ما الراجل كل ساون طيب بتتحكوا هاي كل ساون طيب هوا الراجل هيعمل ايه فاحنا عايزين نبدأ السنة الملدية كده ايه بتبدأ تتبدأ يتوريه ان كنت شطرة حلو الكلام معايا جزر مبشور اهو خلي شوية عايزو معانا جرجير يا سلام عالجرجير اهو ومعانا الساطور بتاعنا ونكسر الجرجير ده مع خاص بحاجات حلوة كده يلا بينا اه فكرني بالفطين المشالتة يا مخرجد بنها وعدك بزيارة النبي اه ده جرجير اديني خمسة اه ادي جرجير معانا خص حلو ليه تخص بالا دي موجود والله يتسلم يدك يا حاجة ومشاهد مساعد بتاعتي يتعبوا معايا والله اهو اهو ده خص بلدي كل ده مع بعضه اهو دي صلاطة بقى مولي كيش هتدعي لي كل ده هنا عم تشيف اهو ايه تاني معانا بصل اغدر يا جماله هات البصل اغدر ده اهو دينيا كده شايف هنا يا شباب شيل دي عم عم ملاح حبيبي اهو ايه قولي اللي انت عايز نشيله اشيله احنا نكتهد ونعمل حتى اظهار الصورة الجميلة اهو ده البصل اغدر بالشكل ده كده اه برضو مش مطلوب منك الفراسة وتمسيك الساطور بتاعك انا عايزك توفر رايقة كده انا باعمل شو علشان احبيبكم في اللي كنتي تتابع اللي ايه البرنامج بتاعي انما تتوقف في المطبخ مش هتبطعي الكمية دي كلها ما اعتقدش يعني حلو الكلام معانا مايونيز هنا كده الله ايه الحلوة دي عمش معانا رنجة اهو عبقيت الرنجة دي زي ما هي كده اهو بيدية كده اهو وكسرها كده اهو مش بالسكينة عايز انا اشوف طعم الرنجة وحلوة الرنجة اهو بالشكل ده كده اهو نساير نساير اهو شوفت زي ما ازا شغال كده اهو هد كل ده زي الفل اللي عم بشير في قلبيها اهو معانا طحينة اهو دي اسلامي دك هم نشي في كل ده زي الفل معانا بطاطس بري اوو شباها هيبدأ ايه نتكلم كلام صح بطاطس بري معانا ايه معانا القلب بتاعنا الحلو ده كده هنيجي في القلب ده كده بشوية زيت بنعمل التركاية ده زيت هاو زيت زيتون الجناب حواف وناخد البطاطس دي كده اشيل دي من هنا واشيل دي من هنا وناخد البطاطس دي كده بنعمل ارضية للفطيرة ونسويها عشان المفاجأة ترتاية كده تلاتة تعريفة تلات حبات بطاطس كانوا في التلاجة جبناهم فردناهم سلق سوري قشرناهم وبعد ما قشرناهم ايه اللي عملنا فيهم سلقناهم بطاطس تتسلق تتسلق وهي متقشرة خلي بالك اه ليه يا عم الشيف هو ده السؤال بقى الحالي لانا كدت لو سلقت البطاطس بالقشرة بتاعتها وجيت اقشرتها عشان تهرسيها مش هتديك القوام اللي انا عايزه ده هقولك هنعمل دلوقتي حالي اه قلب زي ده كده زي ما انا شغال كده اه هل دي بطاطس معمولة بزيت زيتون معي الخضر الحلو اللي شيف قطعه انا معا طحينة تحط شوية طحينة كمان تحط زيت زيتون تحتش ملح ملح الرنجة او تمليح الرنجة كفاية خلي بالك ده مهم جدا تحط لامون تحط شوية بقى دونس ونقلب يا عم الشيف الخليط ده كله مع بعضه بايدينا اه كليش بقى الشيف بستخدمش ملحة دازم دي تتقلب بالايد عشان الخضروات الورقية دي تنسجم مع طعم الرنجة والرنجة مع الطحينة مع المايونيز كل ده اه 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 مع عزيتي الزيتون يبقى فيه نسجام اه اه لان الخليط ده يروح في حتة دلوقتي جه حلوة اه 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 رم عمل طرطاية دلوقتي اه 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 هناخد الخليط ده عم الشيف زي ما هو كده بتفاصيله نحطه هنا والله ونجبس ااخد بالك اه 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 تاني اه 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 ونجبس اه بلا عليك ما تسيبيش القصة وتسيب الحكاية وتسيب المضمون وتقول كل ده وشيف اه 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 ابن حلال أدواك أنا من أمه عالي دي تستغرب أن أنا عامل أمه عالي بالفتر المشالتي شوفت أنا عملتي دلوقتي الآلة بقى واضغت جامد يا عم الشيفة كده كده المفروض علميا وطهويا دي تخش التلاجة يقدر لحضراتكم بعد الفاصل تفاصيل صغيرة ولكن معاني كبيرة وطعم جديد حنا دايبا طول السنة في 23 وعشرين يقول لي تفاصيل صغيرة ومعنى كبير وطعم جديد كل منساها السيزم اللاحل بصور الجبير يفكرني أنا مش بنساها طبعا بخش في تفاصيل المواضيع أنا بحكي لكم طبعا عن كواليس اللي بتحصل وأنا بجهز نفسي كده وبقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم يسير لي يقول لي الشيفة نقوله نعم يقول لي تفاصيل صغيرة ومعنى كبير وطعم جديد أقول لي شكرا شفت بقى التعاون شفت الحب هو ده اللي أنا عايزه الجار اللي جاره الصاحب اللي صاحبه في الشغل نتكلف حق الغير خلاها سنة كده نقفوا قدام المناية وحاجة اسمها لحظة صدك مع النفس أنا دايما بعملها ظلامت حد جيت على حد اتظلامت لحظة صدك مع النفس بحفظيها دي المهم أنا هعمل دلوات تورطاية وسابها للآخر برضو عشان برضو معايا إخراج وبيفاجئوني يقول لي أشيف معاك تلات دقايق أعود عاية تدى بقى لا خالص والدنيا راية وزي الفل معايا وعايز أعمل الرنجة دي بأشكال جديدة كده وبأفكار جديدة واحنا شغالين مع بعض هعمل رنجة مقلية لأنه بنتساءل على السوشيال ميديا يعني رنجة مقلية أنا عرف فراخ مقلية سمك مقلي جنبري مقلي إنما رنجة دي مكلتهاش قبل كده وهعمل رنجة مخلية ورنجة مشوية كل ده مع بعض مع التورطاية الحلوة اللي أنا حاطيتها في قلب السيرفيز اللي احنا عملناها قبل الفاصل تشكيلها من الخضار وبطاطس حلو الكلام هنبدأ الأول نعمل إيه بقى؟ معايا بطاطس بوري خدت نصها خدت نصها نص الأولاني لوحده كده من غير أي حاجة بالشكل ده كده هنعمل سمايل حلو كده اللي بابا نويل دي الدقني بتاعته بالسلة ونعود ولادنا يعملوا الحاجات دي فين؟ في المناسبات مشو نخسر حاجة هل؟ وده إيه بقى؟ قولولي هو ده آه بالله عليك أنا مش ريحتك من حاجات كتيرة رايح تجيبه تورطاية بكاب نعمل شنبو عيونه جاية الصورة حلوة إيه الحلوة دي؟ إيه الجمال ده؟ والله أنا ما بصدق أن تطلع معايا كده حلبت بيها صحية الصبح عملتها حلو تعالوا مع بعض نكمل رين جمالية خش في التقيل الأول ناخد الخاص بتاعنا ده كده والكرومب الأحمر ده كده إحنا بدأنا الحلقة قلنا إيه؟ لازم بتعملي أكل النهاردة وأطباء النهاردة واغد روح السنة الجديدة لو بالكوب كيك عشان كده بس برضو نبو فاهمين لو هتعمل حتى شوية كوب كيك واغدينه روح السنة الجديدة لا أحمر ولا أبيض حلو وعلى فكرة يعني الاحتفالية والجو ده البعض بيهتمي بيه والبعض مش بيهتمي بيه عشان نبو برضو واضحين وصدقين مع بعض ولكن إحنا أولادنا بنفرحهم وإحنا المصريين للأمانة دون الشعوب الأخرى أنا سافرت العالم كله بحكم شغلي حلو؟ دون الشعوب الأخرى نحب الفرحة نحب الابتسامة نحب أي سبب ونبدأ نفرح ونبسط وكلنا زي الفول ماتش كورة تلاقي الناس في الشارع حفلة ودنيا مصر بتلعب مع أي دولة تانية بعنوبة ببلد تانية تلاقونا بنفرح وبنهيص هو ده الشعب المصري عجلين كده العالم كله قولك يا أخي أنتوا بالله سبع عندكم كذا بس أنتوا شعب طيب بينهي الجملة وينهي المقولة بس أنتوا شعب طيب فدي حاجة حلو الحمد لله رب العالمين ده بصل ده أصد السوري خاص بلدي ناخده كده يستاهل يقعد في الجنينة الحلوة دي حلو نبدأ بقى إيه نوزع شوية حاجات مع بعض كده معايا يا رنجا بالشكل ده كده هقل حبيتيه زي ما هي كده أشيل بطنها بسكينة صغيرة ده الطبيعي أخبار الزيت إيه حلو جاهز نفتع بطن الرنجاي دي كده بسكينة صغيرة كده ونطلحها كده بتتغسالش نفس الكسة برضو كده ده فيها بطرخ دي لا 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 خليك خليك ولا أقولك تعالى تعالى أنا بحبك السلام ده لما تفرميه مع تحينة ولمون وزيت زيتول في قلب الخلاط ده ما كانوا هنا بطرخ ده هلو اه في واحد كمان مرزة دي الأرزاء ممكن نلاقي خاتم سليمان جواها بتحكي؟ اه مرزة هتلاقي واحدة بطرخة واحدة شو بطرخة عادي يعني هلو ودي بضي بطرخ ده ما يترميش هناخد الرنجة دي بعد التقطيع الحلوة دي كده ونشيل ده كده كل الحاجات دي واحدة واحدة مع بعض تعلمك ازاي تقلي رنجة ملمس الرنجة بطبيعته ناعم زي أي سمكة بس دي طبعا ايه؟ بننظفها والجو ده كله أنا بحب الجلدة بتاعة الرنجة لأن فيها التبخير بتاع الخشب أو دوائية الخشب فهنعمل ايه عم الشيف؟ هتختاري عندما حاجة أنا عارف معانا بولا البولا دي بنحط فيها اتنين بيضة أنا عبقى الساعة عايزة وصل لك فكرة انك تعمل رنجة مالية ازاي؟ حال بنحط ليمون على البيض سنة شبت صغيرة على البيض شوية دقيق ونشع على البيض بجد يا شيف انت هتعمل اختراع حال وديق كمان كل دول مع بعض مع فاصي توم على البيض ونقلب كل دول مع بعديهم حالو الكلام؟ لا انا مش هحط حليب هحط مية أو نحط مياه غزية زي ما انت عايزة يا مية يا مياغة زي بسم الله الاول نعمل حركة دي كده تاني بص انا شغالت زي بص 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 اه 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 هنا هنا عالسلسلة ونفس القصة عالسلسلة اه اه عالسلسلة اه وناختها كده زي ما هي كده بالراس بالديل وتنزل عالبقصومات تاني كمان واحدة اه فتا كده اه اه يلا بقى حصري وحقوق الطبعي لدينا بس وسنة جديدة بنبدأها بحاجة جديدة رنجة مقلية اه يلا بنا عالزيت الله الله عالجمال الله عالجمال الله عالحلو بالله عاليك مع بداية سنة حلوة والكتبة حرام تقليها وتقلي رايك فيها ولادك يحبوها على فكرة بس نعملها بنفس الطريقة دي اه تفتحها كده من عند السلسلة وبنفس الطريقة بس خلاص ده النوع من الرنجة النوع التاني من الرنجة نروى الدنيا عليش يا سيد الرحابة انا عارف الوقت اه بس ما عليش انا لولا الملمة يعني قعد اشتغل لغاية لما سنة خمسة وعشرين تيجي اه روى الدنيا دي كده اه معانا بيد مسلوك لازم الطبق ده يضحك اه جم البطروخ تاني تاني يا نعمة الله يا ربنا يكرمك يا رب وتزوري النبي قولي امين يا حاجة ماشي طيب حال حال اه اه اصد ربني بتنقر راح الرنجة لا بص على الرنجة لا 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 بصي من اللي فيدك كله وقف عد الرنجة بالله عليك ده اخد راعي تسجل فيد اه 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 يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي ياو ده يلا بينا يلا بينا يلا بينا شوفت حد شاف الرنجة دي قبل كده بالله عليك دلحة يا اخي ما تزعنش منك هو ده اه اه جربيها بس بالله عليك تدعيلي يا بختك يا بابا نويل شوفت ازاي شوفت الدلعة ده اه لسه ما خلصتش انا معايا رنجة بخلية اه نساير نساير زي دي كده ومعايا برطقان شوف هعمليه بها دلوقتي حالد هوريك حاجة حلوة برضو واحنا مع بعض كده اه هتجيبش رايح برطقان طريقة بسيطة وحلوة هتعجبك او على فكرة دلوقتي اه لا انا عايز اعمل دي ضروري بالله عليك اه بس خلناها والله على النار الاول عشان في حاجة مهمة دي بقى هديها للسادة المشاهدين حبيبي سخاني يا نار خلناها نطلع ده كده حلوة والله مرزة كسون بالله العظيم مرزة لقيتها اه اللي بدور عليها سخنة معي هعمل ايه عمي الشيفي معي برطقان حلوة تعالوا تشوف ازاي الشيفي هيعمل رنجة اه ناخد البرطقان ده كده نفس القصة دي مش برطقانة دي ستفان داي دي بعملنا الرنجة ما شوية بالبرطقان ورنجة سلطة ورنجة تورتة تصل حلوة دي كده بديخدها شوية سكر يا دلعك يا دلعك يا دلعك صلى على الحبيب قلبك يتيب اهو ده سكر حلوة وعا السكر ده زبدة الابداع اختراع اه دي حاجة جديدة اهداء زي ما انا شغالك يا دي زبدة معانا برطقان شفت الجو ده كده معانا الرنجة المخلية اه لسه معلش نقلبها كده نقلب دي كده كرمالة البرطقان مع الرنجة نقلب ده كده عايزك تبتكلي الرنجة دي بقى تعليميها كده مع البرطقاناية مع الرنجاية على طول في بق واحد وراءات متبصل اغدر اهو والله العزيب ههرس دي وامشي واجري عشان شايفينه في الستوديو اه زي ما انا شغال كده حالا هناخد بعدنا دي وقت دي كده ونغرف دول كده مع بعض شوف الحلوة دي باللي عليك اهو رنجة بالبرطقان الفة هنا وشفة كل عام وحضراتكم بخير عشرين اربعة وعشرين سنة سعادة وسنة خير على كل اللي بيتابعونا وبيشفونا تلاتة عشر راحت بمشاكلها بحلوة بكل شي عايزين نبدأ سنة حلوة بالحب التصالح، التسامح، الجار لجاره، الأخي الأخوه، الصاحب لصاحبه يعزمه على أكلة رنجة حلوة بالشكل ده كده عمانا فطير مشالتة أم علي من السعيد الجبيل اللي بوجله تحية كبيرة عمانا تورطايا من الرنجة فيها كل التفاصيل عملنا بطايا النهاردة بطرها جديدة وحصري لدينا حقوق الطبع وبس عملنا كوب كيك للأطفال الحلوين علشان نفرحهم به معانا عصير مانجة برضو لطيف وجميل والسلطة الخضرة والبصل اللي أغدر لازم يكون متواجد بنهي الحلقة بتاعتي كل عام وحضراتكم بخير وبهنئ كل المصريين والشعب المصري الطيب والأمة العربية وإخواتي وحبايبي في الستوديو وكل العاملين في القناة الأولى والفضياء المصرية وكل المهنجسين والفنيين والإداريين كلهم بسنة ميلادية جديدة راية فن إبداع كل يوم بتشوفه على شاشة القناة الأولى والفضياء المصرية من ماس بيرو